السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل محاضرة المرة اللي فاتت اللي كان بتتكلم على كنا فيها بنتكلم على الدولوب والواير لوب والفورلوب وكلنا بنتكلم على ازاي نقدر نكرر عملية بدل ما نعيد كتابتها اكتر بمرة باستخدام احد الكونستركت المشهورة في الاسي بلاس بلاس او اي لغة برمانة وهي فكرة ان انا اعمل الجزء اللي انا عايز اكرره داخل اللوب كنا وقفنا المرافقة عند الفورلوب وقلنا ان الفورلوب ده من اشهر واحب الطرق المستخدمة في بناء اللوب لان بيحطوا كل الخطوات اللازمة لبناء اللوب في صفحة او في سطر واحد زي من شايفين الجملة اللي قدامنا بتاعة الفورلوب الجملة بتتكون من كلمة فور وبعدين بابتح قوس وبعدين بعمل اللي هي بحط القيمة اللي ابتدائية للوب وبعد كده بحط واحد منهم خاص بالانكرمينت اللي هو اتنين هو اللي بقدر اعمل او ديكرمينت يعني بزود بلاس وان بلاس دو او مينس وان مينس دو وبعدين هنا في الوسط هي اللي هو في الوسط واحد ده هو المقصود بيه عملية اللي تشك على ال end of the loop هل وصلت القيمة اللي انا بستخدمها في الجايدنس بتاع اللوب للتكرار وصلت الى حد اللي انا عايزه ولا لا وخلنا المرة اللي فاتت يا جماعة آآ مثال على الفورلوب آآ كنت عاوزة آآ اعرض على الشاشة الارقام من واحد الى عشرة مثال بسيط جدا جدا واعرض على الشاشة يبقى هبدأ فين هبدأ بالرقم بننبر بيساوي واحد آآ بعد ما ابدأ بالرقم بنساوي واحد ده الكونديشن اللي عندي هل وصلت لعشرة ولا لأ والعملية الزيادة اللي الكاونتر ده او اللي الرقم اللي انا باعده ده بقدار نقدر واحد وتدربنا عليها قلنا لو عايزين نعرض ارقام الزوجية ارقام الفردية وجربنا تعالوا بس نفتكر مع بعض كده احنا بنمشي الخطوات ازاي اولا اللوب ده بيبدأ بان انا بعمل فالنمبر بقى اخر بواحد الخطوة اللي بعدها فاتشك ازا كان هو اقل من عشرة ولا لأ طبعا الوضع دلوقتي ان هو اقل من عشرة بعد ما خلص الكلام ده ابدأ اعمل ايه هبدأ انزل وبعد كده اطلع تاني اروح فين ازود الرقم ازود بواحد فبقينا اتنين بعد كده هبدأ الف بالخطوتين كده دول ازود بقى رقم واحد وتشك وانسة بقى دي خلاص يبقى ازود وتشك واطبق ازود وتشك واطبق طب لو زودت وعملت تشك ولاقيت ان القيمة مش مش true false هعمل ايه هاخرب للسطر اللي وراه يبقى الخطوة دي اللي ما صارت كده هنا 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 بعد كده 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 اهو كده لوب اهو بيلف وبعد كده من هنا هقدر اخرج برا من هنا اهو بعد الزيادة والفشل اللوب انه يوصل للقيمة بتاعته فيعمل ايه هيخرج بيبقى بالشكل ده تعالوا شو ما هنعمل هزا هنفتح طبعا من المين بعد كده هعرف واحد اللي هو الكاونتر اللي عندي هيعد من واحد لعشرين التاني هو اللي هخزن فيه الصم الصم عندنا الارقام من واحد لعشرين يتلق عليه صم اكوميليتف اكوميليتف يعني صم تراكمي يعني هبدأ الصم بقيمة وجمع عليها الارقام من واحد لعشرين بقى واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد اربعة زائد خمسة لغاية لما وصل للايه للعشرين وتعالوا نبص كده انا هعمل ايه الصم هبدأه اهو اتسموه اكوميليتف الفاريبل هبدأه بقيمة الصفر بعد كده هبدأ الكاونتر من واحد لانا عايزة من واحد لعشرين هبدأ الكاونتر من واحد وابدأ اعمل اللي اجرب اعملها بالوايرلوب وهنحاول نشوفها برضو بالفورلوب الوايرلوب هقول ان انا طول ما الكاونت اقل من او تساوي العشرين انا عايزة اجمع الارقام بالعشرين كمان تخش معايا يبقى بدأت من الواحد هجمع من واحد الى ايه الى عشرين هدخيل هيقبقى هو جواه هنا ايه لدي خيل ان الصم اللي عندي هنا دي هبدأ اجمع عليها الكاونت اللي موجود وكل مرة اجمع عليها كاونت جديد يبقى الصم الجديدة اهو الصم الجديدة عبارة عن ايه الصم القديمة اللي كنت مجمعها المرة اللي فاتت زائد الكاونت يبقى واحد زائد اتنين وبعدين يطلع لي ثلاثة ارجع بعد كده بقى ثلاثة اجمع عليها الاربع يطلع لي سبع السبع اجمع عليها خمسة يبقى اتناشر وهكذا يبقى السطر ده هو عبارة عن Accumulative Addition او Accumulative Sum بافطار الفاريابول اسمه Sum احط له دايما غالبا بيبقى Initial Value بتاعته 0 وبعدين استخدمه هو ان Accumulate اهو ده اسمها Accumulation القيمة الجديدة هي القيمة القديمة زائد الحاجة اللي بزودها عليه والحاجة اللي بزودها عليه هي عبارة عن ايه هي عبارة عن ال Count اللي من 1 الى 20 الخطوة دي هنستخدمها بكذا شكل دلوقتي في كذا مثال الخطوة بتاعة Accumulation دي بعد ما جمعت الرقم الحile اللي هو كان بدق بواحد جمعته هيبقى صفر زائد واحد ابدأ ازود الواحد اجيب الرقم اللي بعد يبقى اتنين یبقى اجبت الرقم اللي اتنين وطلعت هل الاتنين اقل من 20 يس يبقى هجمع ايه الصم القديم اجمع معاه اتنين يبقى واحد زائد الاتنين بقى اينا 3 ارجع الرقم دلوقتي العداد وصل لفين الكاونت بقى لستة 2 اللي اتنين دول هجمع عليها واحد بقوا كام بقوا تلات التلاتة أقل من العشرين وهكذا الغاية لما وصل إني أجمع العشرين يبقى الصم اللي عندي الحبة لغاية من واحد لتساعتاشر جمعتهم أجمع عليهم العشرين وزود بقى كامل رقم ده واحد وعشرين الواحد وعشرين دول هطلح ألاقيهم مش أقل من أوتوساوي دي أكبر من العشرين أعمل إيه هعمل جنبه وأخرج برة أخرج برة روح فين للجملة بقى اللي بتعرض لي على الشاشة العملية عملية الجامع اللي أنا إيه أستندكتها اللي يعني بتقول أقل الصم أطلع الصم اللي أنا عملته ده واعمل أو ما تهمنيش بقى دلوقتي لأن مش هكتب حاجة تانية واعمل هطلع لي على الشاشة كلمة إيه أهي طلع كام ميتين وعشر كتطبيق لحضرتك هتحاول تعملي نفس الكلام بدل من واحد لعشرين هنخليه من خمسة لتلاتين وبدل ما كنت بجمع الأرقام الفردية تعالوا نحل مع بعض نشوف إزاي أقدر أجمع الأرقام الزوجية كمان بالمرة فكروا فيها كده على الغاية لما نشوف اللي هره ده نفس المثال اللي فات بالزبط ها نفس المثال بس المرة دي باستخدام برضو كل اللي عملناه عملنا بتاع وفيه عملنا ايه قيمة ابتدائية للسن حطناها هي وجمعنا بقى الكونت بتسوي واحد مع الكونديشن بتاعي مع اللي هي كانت كونت زايد يسوي واحد زودناها بواحد هنا هي وبعدين أدى الجملة بقت شكلها أشك بكتير جدا جدا يبقى ده نفس البرنامج اللي فات بالزبط ما عدا انه هو كل اللي حصل اني عملتوا بدل الفرلوب لميت كم سطر حطتهم هنا كم سطر حطتهم فين في سطر واحد بس فبقى شكل الكود أزرف تعالوا بقى نشوف أكتر من مثال في الموضوع أول مثال تعالوا نحتخال إن إحنا عايزين نجمع الأرقام من ثلاثة لخمسة وعشرين بدل ما كنا نجمع من واحد لعشر نجمع من ثلاثة لخمسة وعشرين كلنا نعمله إيه نبدأ من ثلاثة والخمسة وعشرين ونفس الفكرة نجمع بعد كده تعالوا نجمع من ثلاثة وعشرين بس نجمع اتنينات يعني نجمع ثلاثة خمسة سبعة يبقى أنا هشتخد الأرقام الفردية ما بين ثلاثة لخمسة وعشرين يبقى كل اللي زودته هنا إيه إن أنا بدل ما خلي بلاس بلاس يعني بزود بقيمة واحد بزود بقيمة اتنين مثال كمان أنا عايزة أجمع أرقام من واحد لخمسين بس أجمعهم خمسات يعني إيه ممكن تكتب لك باتر يقول لك جمع الأرقام من عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين لما يقول لك عشرة ويقول لك نقاط 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 لغاية خمسين ده معناها إن انت تستندج مباشرة إن البداية عشرة أو الستب عندي خمسة والنهاية بتاعتي هي كان الرقم خمسين ماشي كده طيب تعالوا ما نبص نشوف بقى إزاي أعمل الأفريج الأفريج اللي عندي أفريج بجمع من الأرقام وأنا عاوز أدخل الأرقام كمان مش هتبقى من اللوب لأ ده أنا عاوز أدخل الأرقام من طريق عن طريق الامبوت عايز أعلي بقى القصة تمام فنشوف أول مثال عندنا أنا هسأل اليوزر على عدد الأرقام وأخلي اللوب بتاعي ما ينتهيش عند رقم سبسيفك يخائد انتهي اللوب عند رقم اليوزر بيدخل والله يروزر دخل الأرقام بتاعتي أربعة يبقى اللوب يقف أربعة زي المثال اللي هنا اليوزر دخله لعشرة يبقى اللوب بتاعي بقى عشرة يبقى أنا لو عرفت عدد الطلبة عدد الطلبة الموجودين عشان اللي هجمع لهم ولا هعمل عليهم العملية أحط عدد الطلبة كده دول عدد الطلبة بتوصينا إيه أقول لك هربا دول بتوصينا تلتة ميكانيكا دول الرقم ده بتاع مثلا تانية مدني يبقى العدد يبدأ من واحد ويروح لرقم الرقم ده مهوش ثابت ولا فيكسد في البرنامج لكن اليوزر بيدخله عن طريق أن أنا بسأله الرقم ده ده أحد بطولنا سأله أو ممكن يبقى بعد كده لو خلنا ده تابيزن ما فاهمين الرقم بيجي إزاي ماشي كده يبقى أنا هقول نبدأ ندخل الأرقام طيب اليوزر يعرف إزاي أنا عامنا له علامة زغنونة جداً كده علامة استفهام علامة استفهام دي هتصر زي ما نشايفين قدامنا كده فيما معناه اكتب الرقم هنا بقى اللي أنت عايز تدخل وانت قطي نوم أربعة وورا كل علامة استفهام اكتب لي الرقم وعمل انت ادخل رقم وانتر رقم وانتر يبقى اللوب ده هيتكرر عرب من مرات أربع مرات كله يحصل فيه زيادة أو إضافياً اننا هدخل رقم ويبقى بجمع على الصم الصم الأديمة زائد الرقم يبقى أنا الرقم دلوقتي ده ما عادش هو اللوب العداد ده فقط مستخدم لعدد حكم في عدد مرات اللف وليس مستخدم القيمة بتاعته اللي بتزيد بعد هنا كده في عملية الجمع لكن اللي جمع هنا للأرقام اللي بتخش من عن طريق الكيبورد سي إن هدخل القيمة في إكس ولا يخش ده هو اللي هجمع طيب بعد ما جمعت البرنامج ده كل كمال بعد ما بيضيف فكرة ان أنا بجمع أرقام جاية من بره واني مش بجمع الأرقاء الرقم اللي هو عبارة عن إنديكس بجمع رقم اللي داخل من الليوزر لأ ده أنا كمان هحسيب له الأفرج الأفرج عبارة عن الصم على إن الصم على إن يعني هجمع الصم اللي طلع بقى اللي هم العربع خمس عشر أرقام دول وأسمها على الرقم العرض بتاعهم الأفرج عبارة عن إيه الصم على النمر بتاعهم وأعرضه طيب زي ما انتوا شايفين الأرقام اللي داخلها من بره دي داخل اللي أنا معرفوها على إنها float float يعني إيه يعني هي مش انتغر إكس وصم وأفرج فبالتالي أنا هقدر أعمل الكلام تعالوا نشوف برضو آآ حاجة تانية البروجرام ده بيعمل إيه تعالوا نفكر كده البروجرام ده بيقول مش لازم أبدا أبدا إن الريوزر يدخل العدد بتاعهم إيه وده لسه كنت بقولك عليه حالا دلوقتي كنت بقولك مش لازم الريوزر يدخل لك الرقم اللي بيحصل إن أنا ممكن أتفق مع الريوزر إنه هو لما يخلص خالص إدخال آخر حاجة يعملها مثلا يضغط escape وليكن اللي هي end of data فهو هنا البرنامج ده عاملها آآ حاجة زي شبه اللي escape كده بيقول إيه والله عمل variable اسمه EOD end of data indicator سالب تسعة 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 إذا أنت أدخلت للريوزر أرقام والأرقام دي ما كانتش سالب تسعة 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 معناها إنك فيه أرقام بتدخلها وإدخال الرقم سالب تسعة 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 ده معناها إنك معناها اقفل وبطل إنك تجمع الأرقام نمش مع بعض كده تاني يبقى أنا هعمل إيه هاخد من اليوزر الأرقام واحد واحد أهو عن طريق أبدأ أعمل دخل لي وياخد الرقم ده هيستخدمه هو كإيه كإنديكيتور هل أنا في الرقم ده مقصود بي رقم عايزه يتجمع ولا اللي أنت دخلته ده هي علامة انتهاء عملية الجامع طبعا مش من المنطقة إنه من الأول دخل لي علامة انتهاء الجامع يفرض إنه أدخل رقم وليكن خمسة يبقى هيقارن الرقم الخمسة ده بجملة ويل بقى مش بفور لوب يبقى يستخدم الفور لوب علشان نشوف الرقم اللي دخل ده هو سالب تسعة 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 يعني انتهاء اللوب ولا رقم جديد أنت عايز تجمع فين بقى عملية الجامعة هي سم زائد يساوي اكس الله كنا كابينها بكتب شكل مختلف سم يساوي سم زائد اكس المرة دي حاولين نختصرها بشكلها وسمناها سم زائد يساوي اكس كايير عشان الشكل ليه بقى شكله قصر وبعدين هطلب من اليوزر إنه يدخل رقم عملية علامة السفال زي المرة فتة عشان يدخل فيها اليوزر فاليوزر هتدخلي الاكس الاكس دي قد تكون الرقم التالي اللي المطلوب مننا من إحنا نجمعه أو يكون سالب تسعة 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 يعني خلاص ده آخر رقم عندي ده آخر طالب في اللستة فأنا مش هدخل حاجة تاني نبص كده نلاقي في سطر غريب جدا اسم كاونت زائد زائد محتاجينه في ايه؟ محتاجينه عشان نعرف عدد الأرقام اللي أنا عاملها لأن أنا عايز أحسب الأفرج البرنامج ده كمان مش بيحسب الصم ده بيحسب الأفرج يعني السطر ده أنا مش محتاجه لو مش بحسب الأفرج لو أنا بجمع الصم مش محتاجه لو بقى أصبح بعمل الأفرج عايزي أعرف عدد الأرقام اللي أنا دخلتها طب عارد الأرقام اللي دخلتها عرفها ازاي? ان كل ما لفه وخشي جوه اللوب هبدأ اعد عدة. بارئ الكاونتر اللي هو اسمه صفر ده. وبرة كاونت وحتى صفر. وكل ما خشي جوه اللوب مرة ازوده واحط قيمة. يبقى لو دخلت تلات ارقام يبقى الكاونت ده في النهاية يبقى تلات. دخلت اربع ارقام يبقى العكس. يبقى بدل ما اليوزر كان يدخل لي الرقم اللي هو كاونت ده فكسد. وانا اعمل اللوب بناء عليه? لا. انا خليته رقم مش معروف unknown number. ودي تكنيك مشهور جدا ولو انت خدت بالك وانت بتشتري الجروسري بتاعك. بتشتري الحاجات بتاعتك. انت بيفضل دخل تك 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 الارقام. البر البر كونت بتاع الارقام. وبيجي في لحظة من اللحظات بيقفل عملية الادخال بانه بيضغط على كنترول اكس. يضغط على اسكيبي. يضغط على اف واحد. الدغطة دي هي معمولة بالشكل ده. بيشوف الكود بتاع الزرار اللي انتوا بتفقين عليه مع اليوزر انه هو يدخله لما عاوز يعلن الانتهاء من العملية. ويقارن اللي انت دخلته بهذا الكود اللي بينكم وبين بقى. فبقى عدد عاملات التكرار variable. عاملات التكرار ما عاريتش سابتة زي المرة فاتت ولا اليوزر بيدخلها ولا انا عارفاها ايه بري ديفايند وحطاها جوا الكود. طيب انا دلوقتي عايز اعددت مرة التكرار ليه? عشان انا عايز احسب الافرد. الافرد بيساوي عدد الارقام اللي دخلتها مجموعها على عدد. فانا كل مرة بزور عرفت عدد الارقام قده. ماشي كده يا جماعة. جربوه. وجرب انت بقى بده بتحط ساعة تساعات. حطه تلات خمسات. حطه كده. احنا ليه بنحط الرقم الغريب ده? لان الرقم ده هو رقم من الارقام اللي هي يعني مش معتاد عليها. يعني بجمع درجات طالب. مش معقول درجات طالب بساعة تسعة. لو انا قلت خمسة وخمسين ممكن يكون الطالب جايب في المادة مثلا مادة من ستين. جايب خمسة وخمسين. فلما رخل خمسة وخمسين معناه ان انا ايه? اه الرقم ده احد الارقام اللي بتجمع. لأ انا عايزة الرقم يبقى قد بييد جدا عن الارقام بتاعتي. علشان استخدمه بالشكل ده. طيب هل جوه اللوب? سؤال جميل جدا. هل اللوب ده لو دخلت فيه مش هخرج? لأ. اللوب ممكن يبقى جوه جوه حاجات كونديشنال برانشينج. زي جملة تاني? البريك وزي جملة? ونشوف يعني ايه? ان انا جوه اللوب واخرج منه. اوكي? زي الارجانز كود كده. يعني زي البريس كود وانا حاجة وحاجة هخرج منه. تعالو نبصوا كده على المثال نشوف ونستخدم كلمة ويعني ايه بريك ويعني كونديش? كلمة بريك يعني اكسر اكسر ايه? اكسر اللوب. هتعمل فان? وبعدين اخرج اخرج برا اللوب. يبقى كلمة break بارة عن جملة جوا اللوب بتقول لي ان اخرج منه طيب ناخد مثال دلوقتي انا بدخل عندي variable اسمه x بادي من 1 الى 10 ولو وكل مرة بيزيد بواحد ده مثال تقريبي يعني لو ال x دي طلعت بتساوي 5 هيامل break يعني loop break only if x is 5 يحصل ايه يخرج من اللوب بره خالص يعني يفضل ماشي في اللوب وكل مرة بيزود قيمة ال x وبيتشيك هل ال x وصلت لخمسة ولا لا لا فيه تشيك تانية اه فيه تشيك هنا تاني يعني جوة تشيك ده تشيك ال end اللوب وهنا تشيك ال x انا تركوا ده مثال توضيحي يعني فالمهم ال x دي بتساوي 5 فال break بتاعتي هتحصل امتى لو ال x في 5 طب كان فيه سطور بعد كده السطور كتب بتقول ايه لو ال x مش بخمسة يعني 1 2 3 4 هيحصل ايه الجملة دي مش هتتحقق وبالتالي هينفز الجملة الوحيدة المتحققة اللي هي x وراء فراغ دي x وراء ايه فراغ فنشوف كده هيعرض ايه اهو هيعرض واحد ثم اتنين ثم تلاتة ثم اربعة يفضل يلف كده يجيب x واحد اتنين تلاتة اربعة اول موصل للخمسة جا عند الجملة دي لقى ال x فالن بتساوي خمسة هيعمل break 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 بتعمل ايه بتخرج وراء اللوب خالص بيخرج لا يكمل السطر اللي جاي ولا اللي وراه ولا يجيب العدل اللي وراها ولا حاجة هيخرج مباشرة للحطة اللي هنا دي مباشرة وكي زي ما انتم شايفين كده broke out at of loop at x بالساوي خمسة عشان يثبت لك انه خرج من خمسة وموصلش هنا ايه لعشة يبقى ازا ال break هي عبارة عن جملة condition ال condition ده لو اتحقق بيخرج برا اللوب نشوف جملة continue continue بتعمل ايه بتسكب the remaining code in the loop only وبتاخد الخطوة اللي وراها يعني انا بخرج من هنا بس هكمل يعني انا خرجت من المحاضرة ما روحتش لان انا خرجت من المحاضرة دي وهخش الايه section اللي وراه فاهميني تعال نفكر فيها على كده ان ال x دي حصل مشكلة في المحاضرة فانا خرجتك من المحاضرة خدت خرجت من المحاضرة بال break يعني اطلع برك كله خالص ما هنتش تيجي تاني لكن لو انا عملت لك continue اخرج براه المحاضرة واحضر section اللي وراها عادي سكش نقرها البعض واللي بعد وراحض مش كده عشان ديبقى ايه الناس تحب انها تخرج من المحاضرة وراوح لا مش هنراوح جملة continue مش هتخليك تراوح هن continue يعني هنخرج من الخطوة دي ونرجع هنجيب كده تعالوا نبصوا هنا نفس الجملة بالزبط بس حملت break بدل break continue اللي هيحصل ايه ان انا كنت باجي بعد جملة اللي تشكي دي بطبع قيمة ال x كان فاضل ايه هنا فاضل دي يبقى كل مرة بتشك واطبع لو ورا مرة جيتش اكتل x والايتو بيساوي خمسة مش هاطبع هقوم طالع خارج من هنا بيخرج لهنا على طول ينط مباشرة بيسكب ده ريستو في زالوب وبيكمل هنا اهو ده اللي حصل واحد اثنين تلاتة اربعة اول ما داخل خمسة المفروض ما ينزلش هيجي هينزل لمش هي continue الساطر ده هيسيبه لكن هي continue يعني معناها كلمة get the next count and ignore the rest of lines ماشي كده طيب اه في شوية امسلة بقى انا هسبها لكم ان انتو اه تشوفوها هنا بيعمل رقم راندا اه هسب لكم الexamplesين ان انتو تشوفوها لان انا طبعا ما درسناش جملة السويتش لسه خلينا كده اين